سرعا نروح النهاردة اللي حصل فيه البرلمان البرلمان النهاردة انتهى من مناقشة وبدأ بالفعل ظهر اليوم في عملية التصويت على التعديلات الدستورية المقدمة من مجموعة من النواب لتعديل بعض مواد الدستور وبعد أخذ التصويت بالاسم أعلن 485 نائب بالأغلبية على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور ودي الخطوة اللي بعدها مش معنى كده ان المجلس خلاص وافق ده خلاص المجلس وافق على المبدأ ان احنا ماشي ما عندناش مشكلة ان احنا نعدل روحي بقى للاجنة التشريعية لدراسة الامر ويعداده من الناحية الدستورية والقانونية واللائحية السليمة رئيس البرلمان قال ان احنا حريصين جدا على اتباع الإجراءات وسلامتها في التعديلات الدستورية وقال ان عضاء المجلس يمكنهم التقدم بدراسة او بحث في طلب تعديل الدستور كتابة لرئيس المجلس خلال تلاتين يوم خلال الجلسة حصل بعض المناقشات وبعض الجدل خصوصا في المادة المتعلقة بالكوتا وانا قلت لحضراتكم مبارح واول مبارح يعني كنوع كده من السبق هنا في البرنامج ان هي دي المادة اللي في رأيي ستلقى النقاش الاكبر والجدل الاكبر ما بين الرافضين والمؤيدين وهي اللجنة المادة المتعلقة بتعديل الكوتا وجعلها من مؤقتة الى دائمة وهل كل العناصر والفئات دي هي تستحق ولا لا هل يمكن اضافة عليها ولا لا هل المرأة تستحق اكتر ولا لا وهذا فعلا اللي حصل خلال هذه الجلسة ودكتور علي عبدالعال قال انه خلاص من حيث المبدأ وافقنا على مبدأ التعديل تمام نقعد بقى نتكلم مع اللجنة التشريعية في شرح ودراسة هذه التعديلات وكل نائب يستطيع انه يقدم لرئيس المجلس كتابة رأيه في التعديلات وبالبحث وبالمقترحات خلال 30 يوم اشتركوا في القناة